استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الفرعة جنوب توباس بالدفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تواقم الإسعاف نقلت الطفل بعد إصابته بجروح خطيرة إلى المستشفى الحكومي في توباس حيث أعلن الطباء لاحقا عن استشهاده وكان أربعة من الشباب الفلسطينيين قد أصيبوا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم الفرعة